بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر هي ليلة الرابع والعشرين ما القصة؟ ما الدليل؟ تعالوا بنا لنتعرف على الدليل ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكون في الوتر منها وذكر الحافظ بن حجر في الفتح أن أرجح الأقوال أنها في الوتر من العشر الأخير وأنها تنتقل تنتقل من ليلة إلى أخرى يعني ليسا ثابتة في ليلة بعينها كل السنوات ونظرا لاختلاف المطالع والبلدان في تحديد بداية الصوم فإنها تطلب في الأشفاع من العشر الأواخر كما تطلب في الأوطار لأن الليلة قد تكون وطرا في بلد وتكون شفعا في بلد آخر في نفس اليوم فكذلك الوتر هو اعتباران اعتبار بما مضى واعتبار بما بقي من الشهر فإذا كان الشهر تاما أي 30 يوما فالأوطار باعتبار ما بقي هي ليالي الشفع متى تكون ليلة القدر هذا هو السؤال المهم الليالي العشر الأخيرة الفردية والزوجية هي ليلة القدر يعتبر أن كل ليلة من ليلة العشر هي ليلة قدرية يمكن اعتبارها في مجموعها أنها ليلة القدر لأن ليلة القدر متنقلة في ليلة العشر كلها وليس ثابتة في ليلة بعينها كل عام هذه واحدة الأمر الثاني أن أوطار العشر الأخير من الشهر المكتمل 30 يوما تكون في الليالي الشفع يعني ليلة الثاني والعشرين ليلة الرابع والعشرين ليلة السادس والعشرين السامن والعشرين أو أخر ليلة وهي ليلة الثلاثين أما إذا كان الشهر غير مكتمل أي تسعة وعشرين يوما تكون أوطارها في الليالي إحدى وعشرين ثلاث وعشرين خمس وعشرين سبعين وعشرين وأخر ليلة وهي ليلة تسع وعشرين فيقومها المسلم كلها وجامعها فمن قام العشر كله فقد أدرك ليلة القدر فقد يكون استطلاع الهلال قد وقع فيه خطأ وهذا أمر وارد فنحطته لذلك بقيام العشر كلها كذلك أمر مهم جدا علينا أن نضعه في الاعتبار هو أن هناك بلاد صامت قبل غيرها بيوم ومنها مصر سمنة وبداية شهر كتت عندنا يوم الإسنين فلك دول أخرى صامت بعدنا بيوم وهي الأردن وعمان والمغرب والليبيا بدأوا صيامهم بيوم السلساء وليلة القدر وهي أمر مهم جدا ضعه في الاعتبار لا تتكرر في العام إلا مرة واحدة فإذا كانت عندنا ليلة وطرية تكون عند غيرنا ولذي نصم بعدنا ليلة زوجية أو ليلة شفع وإذا كانت عندهم في ليلة شفع تكون عندنا في ليلة وطرية أو إذا كانت عندهم في ليلة وطرية تكون عندنا في ليلة شفع فالأيام كلها أو طارها وشفعها هي ليلة قدر استعد لها جميعا فالأحوط للمسلمين أن يقوم العشر كله لا سياما وقد وردت أحاديث تؤكد وجود ليلة القدر في كل ليلة في كل ليلة هناك نصوص أنها ليلة الواحد والعشرين أو الثاني أو الثالث أو الرابع إلى آخره والله تعالى أعلى وأعلى بذلك وإذا كان الأمر كذلك فعلى المؤمن أن يتحرع في العشر الأخير كله أسلموا القول أن ليلة القدر في العشر الأواخر وأنها تنتقل في ليلة العشر فمن قام العشر كله وأحياها بالعبادة أصاب ليلة القدر يقينا اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم آمين